السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضرار استخدام الكتل في عمل الشاي يجل بعض إلى استخدام الغلايا القهربائية أو ما يسمى بالكتل في عمل الشاي أو المشروبات الساخنة بصورة مستمرة نظرا لسهولة استخدام سرعته ولكن هل عرفت يوما أن الكتل بمثابة القنبلة الموقوطة الموجودة في البيوت بسبب أضراره من ضمن مكونات الكتل أو الغلايا القهربائية الألمونيوم والنيكل ويتفاعلان مع المياه وتصبح من مكونات أي مشروب ساخن يتم إعداده عن طريقه من الممكن أن يتسبب الكتل أو الغلايا القهربائية في تكوين السموم في الجسم بسبب الكتل أو الغلايا القهربائية في الإصابة بالسرطان ومن الممكن أن تسبب مياه الكتل دمور في العضلات ووجدت الدراسات أن الكتل أو الغلايا القهربائية يتسبب في شعور بضيق التنفس على المدى البعيد وتؤثر مياه الكتل أو الغلايا القهربائية على البشرة وتصيبها بالتجعيد كما أن مادة تصنيع غلايا الغاز قد لا تكون آمنة تماماً على الصحة مثل الغلايا الألمونيوم حيث يتفاعل الألمونيوم أيضاً مع الماء المالي الطريق الصحيحة لإستخدام غسل الغلايا القهربائية أو الكتل يستخدم الليمون في تنظيف الكتل أو الغلايا القهربائية من خلال غسيل الكتل جيداً وإضافة إليها بعض قطرات من الليمون